موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري المغاربي بداية يحل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ابتداء من عاشية الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عملين تدوم يومين بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفق ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية وزيارة عطاف التي تأتي استجابة لدعوة من نظره الأمريكي أنتوني بلينكين تندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكتيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا كما من المنتظر وفق المصدر ذاتها أن يجتمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين ومع مسؤولين رفعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي كما ستكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين ومع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية شرع مجمع ليون الماليزي في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية هيكلية ضخمة في الجزائر بقيمة إجمالية تناهز 6 ملايير دولار وذكر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أن الاستثمارات الماليزية الجديدة من شأنها استحداثه 10 ألاف منصب الشغل من جنوب شرق آسيا يختار مجمع ليون الماليزي للحديد والصلب الاستثمار في الجزائر بغلاف مالي معتبر قدر ب6 مليار دولار وفق أرقام كشفت عنها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار استثمار سيمكن من منح فرص عمل لعشرة آلاف شخص بين موظف وعامل في القطاع المنجمي وفي مشاريع المناجم وإنتاج الألمنيوم وإنتاج خامات الحديد كما سيخصص مجمع ليون الماليزي وحدة خاصة لإنتاج حديد الزهر تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1.7 مليون طن سنويا وسيوفر المجمع إنتاج أربعة ملايين طن سنويا من الأعمدة الحديدية باستثمار 3.7 مليار دولار يأتي هذا في وقت تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل جملة المشاريع في الوكالة الوطنية للاستثمار المجمع الماليزي بدأ فعليا في إجراءات تأسيس شركته في الجزائر بعد دراسة المشروع خلال شهر فيفري الماضي ظروف الاستثمار بتحسين مناخه ضمن الخطة التي ترفعها السلطات الجزائرية سمحت المجمع بالعودة إلى الجزائر بحزمة استثمارات في أحد أهم المجالات الاقتصادية مع التكفل بتهيئة مناطق صناعية كبرى في مواقع مختلفة أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خط جوي مباشر يربط بين العصمة الجزائر وجهانسبورغ بجنوب أفريقيا بيان الخطوط الجوية الجزائرية أوضح أن الرحلات مبرمجة كل يوم أحد وخميس وذلك بداية من يوم 21 سبتمبر 2023 وأشارت الشركة الجزائرية أنه بإمكان زبائنها الحجز عبر موقعها الإلكتروني استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكونية تولتاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خسي سبادال الذي أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار وذلك بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي وفق ما أفاد به بيان للمجلس المصدر ذاته أضاف أن المسؤول الأوروبي أثنى على جهود المجلس الرئاسي في حل حالة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي والخطوات المتخذة بمشروع المصلحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة وتوحيده للمؤسسات الحكومية بدوره أثنى الكوني وفق المصدر ذاته على عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفاوضية الانتخابات وملفات أمن الحدود والتنمية أعلن مجلس النواب الليبي التلثاء حالة ملاحظات أعضائه حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى لجنة 6 زائد 6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية وجاء الإعلان بعد جلستين خصصهما المجلس لمناقشة قوانين اللجنة تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي يأتي هذا بعدما كانت البعثة الأممية قد دعت الأطراف الليبية خاصة مجلس النواب إلى حسم خلافاتها على قوانين الانتخابات الأطراف الليبية تسعى لإجراء الانتخابات مثلما أجمعت قولا غير أن الفعل لم يدرك بعد الاستحقاق أو حتى يتمكن من حسم موعده بشكل نهائي والسبب فرقة أخرى تطال هذه المرة مخرجات لجنة 6 زائد 6 الخاصة بقوانين الانتخابات إذ يصر مجلس النواب الليبي الذي يستكمل جلسة لمناقشة مخرجات اللجنة على إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات حيث تستقر النقاط الخلافية وقد أثارت بنود مقترحة جدلا فيما يتعلق بشروط ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لتولي أعلى منصب سيادي في الدولة خلال الاستحقاقات المنتظر الإفراج عن قوانينها الناظمة ومنها تمكين الناخب الليبي من صناديق الاقتراع ملمح الخلاف ظهر مجددا باتفاق لجنة 6 زائد 6 على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في أول جولة شرط أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية للدخول في ثاني جولة أما بخصوص العسكريين فمشروع القانون ينصع الاعتبار المرشح مستقيلا من منصبه على الجهة المقابلة تتعالى دعوات الأممية وقد سبق لها إبداء امتعاضها من إعاقة المسير نحو الانتخابات فدع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله بطيل الأطراف الليبية للتوافق خاصة مجلس النواب وحسم خلافاتها حول القوانين الانتخابية حتى تتحرك المياه الراكدة في البلاد التي لا حركة داخلها سوى للخلافات الداخلية ويبدو أن المخاوف من تراجع توافق نسبي المحقق قد ازداد حسب مراقبين خاصة وأن انعقاد جلسة مجلس النواب المستمرة لليوم الثاني تلت مباشرة انتخاب محمد تيكال رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة رغم ذلك أكد أعضاء من المجلسين حرص الطرفين على تواصل واستكمال ما تحقق من تفاهمات تخص خارطة طريق المرسومة أكد المدير المركزي للعلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الصحراوية نفع مصطفى أن الأعمال القتالية المتواصلة للجيش الصحراوي كبدت الاحتلال المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات المسؤول العسكري الصحراوي وخلال فعاليات الجامعة الصيفية لأطور جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية تلتاء نوه أن الجيش الصحراوي ومنذ استئناف الكفاح المسلح من منطقة تويسكي شمالا إلى بيرغندوز جنوبا نفذ أكثر من ثلاثة ألاف عمل قتالي استهدفت مختلفة مركزات قوة الاحتلال المغربي وأن بعضها تم تنفيذه في عمق الأراضي المغربية احتفل أنصار وفارق ملودية الجزائر بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيسي النادي حيث صنعوا أجواء رائعة بالعاصمة الجزائرية احتفلا بذكرى تأسيس النادي صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في الجزائر ومن أكثر الفرق الشعبية في الوطن العربي وإفريقيا قرن وسنتان من الوجود لأكبر الأندية الجزائرية شعبية وفق مناصره النادي الذي استطاع إدخال البهجة والسعادة على قلوب آلاف الجزائريين وقت ذاك رغم غطرصة الاحتلال الفرنسي قلنوا عامين وما زلوا يعشقك البالي ها هو يحتفي اليوم بعيد ميلاده مشاهد عالمية صنعها أنصار الملودية بكراكاجين جعل أحياء العاصمة الجزائرية تتوهج في ليلة خاصة أرادها المشجعون ووسط أجواء لا تليق سوى بسمعة وعراقة وشعبية نادي الملودية التي تعدد حدود الجزائر كانت قوافل أنصاره تصطف في كبرى العواصم العالمية لتضبط عقارب ساعاتها على التوقيت السفر صانعين أجواء مميزة أضاء فيها العالم فكان المشهد في الجزائر العاصمة مثلا في باريس كما في نيويورك وبروكسل مشهد يريده عشاق اللونين الأخضر والأحمر راسخا صاحب أكبر القواعد الجماهيرية في الجزائر وأحد أكثر الفرق شعبية في الوطن العربي وإفريقيا أول من أمضى باسم الجزائر في سجل الكرة الإفريقية عام 1976 بحصوله على كأس رابطة الأبطال الإفريقية ورغم غيابه في الآوينة الأخيرة عن منصات التتويجات يبقى مولود القصبة مولودية الجزائر فريقا كبيرا ولعل الكبر سيتضاعف مع قرب استلام النادي ملعبه الجديد إحدى التحف الرياضية التي تدعمت بها البنية التحتية بالجزائر ليتضاعف معه أمل عودة نادي الشعب إلى التتويجات محليا وقريا نهاية النشرة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة